اشتركوا في القناة وبينما كان يقف على زجاج كان هناك الزائر الذي صوره ثم وضع صوره في مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية مع عبارة كتب فيها النسو مثل هذا مناسب لإلقاء نظرات على القمامة بالنسبة لبعض الناس يعتبرون وظيفة التنظيف سيئة ومخافضة ومحرجة وبعد أن تم تحمل هذه الصورة رد العديد من مستخدم الانترنت وقالوا أنه أثر نقاش في الفضاء الإلكتروني وكثير من الناس يقولون لماذا لا ينبغي أن ينظر إلى المجوهرات ما هو الخطأ في وظيفته؟ إنهم يتسألون لماذا قام ذلك الزائر من عشر هذه الصورة لأنها إهانة كبيرة جدا للرجل العجوز أليس من الأفضل إذا قام بمساعدته؟ وفي ذلك اليوم لم يدرك أن شخصا قام بتصويره ونشره في مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية لذلك هناك بعض مستخدم الانترنت الذين يضحكون عليها لأنه لا يملك الهاتف المحمول المتطور مستخدم الانترنت الذين يتعاطفون مع هذا الرجل المسن يبحثون عنه لمساعدته بالمال والأرز ودفع له سعر تذكرة العودة إلى بلادها بالإضافة إلى أنهم اشاروا له التلفاز حتى يتمكن من مشاهدة الأخبار بل هناك شخص اشار له المجوهرات التي كان يرغب في شرائها وقال له هل هناك أي شيء تحتاجه لا تتردد في إخبارنا سنكون مساعدين لمساعدتك وبطبيعة الحال تم إلغاء الصور الأولى المسيئة له من قبل مستخدم الانترنت هذا الحدث يعطي درسا لنا حيث يجب أن نقدر دائما عمل الآخرين مهما كان نوعها وننظر من حولنا بقلب الرحيم لرؤية أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة لأنك في نهاية تجنيم تزرعه فقط